السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بمتتبعي القناة. مرحبا بكم. هاد الفيديو هدا غاد يكون فيه نصائح الجلية المغربية اللي بغاد تسافر للمغرب هاد العام هاد ان شاء الله. هي من نصائح اللي لابد ما نقولوها. لكن اه قبل ما نبدأوا في هاد القضية هاد ما غنطولش. اه بغيت نقول لكم على هاد الازمة تدعيس ديالها ما بين المغرب وسطانيا وبالتالي ابتحاد الاوروبي. من بعد ما خرج داك القرار ديالتحاد الاوروبي البارح وخرجو داك القنوات ديال الطبالة. وتاي قولو بلي داك شي غير كدو برا ما كانش منه را خطعت الترجامة وخرجات الدوزم وخرج داك شي كله. كانت واحد النقطة اللي هي خطيرة جدا. اللي هي لحد الفاصلة ما بين الغير على الوطن. حب الوطن. وتصفية الاستعمار. والدفاع للاشخاص. وعلى المناصب. هاد النقطة ما ما غودش نتير هالبارح في المباشير. نبغاش نظر عليها. بعد ما سمعنا دوزم كد كدب ومن بعد ما سمعنا الطبالة كي طبلو. فالتخليات النقطة هادي نشوفو لخرج شكالة مرسمي. اليوم وصلني البلاغ اللي دارته وزارات الخارجية. المغربية. في عشرة ديال النوقات. وما موقع موالو. مهم. هاد المسألة ولينا تنعرفوها وحافظيناها مزيح. كل شي تيبغي تطبل وكل شي ما تيبغي شي تحمل المسؤولية وحتى الختم ديالو. وحتى اسميته وحتى سينياتيور ديالو. كي خارجية كي الصحة كي. اه الغريب في العمر. ان وزارة الخارجية عشرة ديال النوقات. بحيتة نقرارو دوك العشرة النوقات كنعرفوه باللي القرار ما كانش في صالح المغربة. بعكس ما تقولو القنوات ديال المو طبيلين وبعكس ما قلتو دوزمو داك شي كولو. فكان داك شي سلبي. وحاولي يزوقوه بديك تلميذ الناجيب وبان كينا جودة في الشراكة وكينا كده. وفي نفس الوقت يقولوا بان القرار ما تيرقاهش الجودة وما كيرقاهش لتطلوع ديال المغرب. ما ندخلش بتفاصيل دي هاد القرار. هادا قد نخصوه حلقة تكون مباشرة ان شاء الله موسق بلا. ونهضرو عليه نقراوها نقطة نقطة ونديرو له تحليل باشتعرفوه باللي فعلا عندنا مشكل في التواصل عندنا مشكل في المستوى انتع الناس اللي يسيروا البلاد. شنو هي النقطة الخطيرة. هي ان في القرار للاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي تعتبر بان المغريب هجمع للتراب الاوروبي. اللي هو سبتومليليا. هادا اقرار الاستعمار. هاد الاقرار بنعتبره باللي سبتومليليا والتراب اوروبي فمن اللي يخرج البالغ ديال الوزارات الخارجية ما تكلمش على انهم مدينتين محتلتين. السيبوريتا ما قلناش هاد الهدراء. احتشي واحد في المغريب ما قلناش هاد الهدراء هدي. احتشي واحد من الدد من المقيف ديالاتحاد الاوروبي ولو يكون سلبي ولكن ما يعتبرش الناس بتومليليا ارض تراب اوروبي. ان مدينتين محتلتين وهدي معروفة وتاريخيا. فللأسف للأسف. اهنا كي تبيلين لها هاد الناس هادورا ما كيلا حب الوطن ولا الدفاع الوحدة الترابية ولا هم يحزنون كي يدفعوا على القرافطات ديالهم كي يدفعوا على المناصب ديالهم كي يزينوا وجهوم قدام الشاب. لا اقل ولا اكتر. هاد مسألة خطيرة اللي خصوة سيبوريتا يتكلمنا عليها. ما خلينا من ذوك القنوات ديال طبال هادوك حاجة اخرى. اذا هاد نقطة وسائلنا منها. بالنسبة للمغاربة اللي كنشوفهم كي يديروا المجهود وكي يمددوه علاش ما يدخلوش المغرب وكهداي الاخرية فهذا الصيف. وعمليات مرحابة واش تلغت ما تلغتش شنو غادي كون ما غايكونش. وشنو هي الشروط شنو هي الظروف واش غادي يدير لنا البتيزاز. المهم. طالب البيسي اغو. النقاط اللي داروها راح دروع ليها بعض القنوات. ذاك شي غامض. ذاك شي ما فيه ميتشاف كين. جوز تلقيه كين. البيسي اغ كين. يقبطوك يدخلوك اللوطي العشر ايام كين. الابتزاز ديال شركة الطيران والبواخر اللي طالبين اتمينا غالية جدا كين. كين هاد شي كلك اتعرفوه ما عادش ندروع لي. اللي يخصنا ندروع ليه هو ان اه انا المقيمين في الخارج. قبل متى تمشي وتتصافروا المغرب. كنتمنى انكم توزنوا الخطورة انتها المرحلة ديالصفة. الجائحة مازالا كينة. وكينة في المغرب. وفي المغرب عندنا الجناع علمية. ما عندها تعالقة بالعلم. الناس اللي عندهم فير ما تيحكموا فيها كيبغوا. حقوق الانسان ما كتعني لهم حقوق التنقل المواطنة ما كتعني لهم والو. فحداري انكم تدخلوه لشي حاجة وترباوه عوتاني كما مار الفيتفاسدو. مار الفيتفاسدو ما تنساوش. ربما الاكترية منكم ما كانوش داخلين كينة المغربة اللي كانو داخلين. ركين اللي مشات لهم خدمتهم. سدو عليهم كما ما ما عقلوش عليهم. كان مشات لهم خدمتهم. كان اللي ضعوا لهم موراقهم. كان العياج اللي كانو حاملين وصدقواوا والدين في المغرب. ومن بعد ذلك الولد هذا كان يتسمى مغريبة والخصوص بالنسبة للناس اللي ما عندهمش جنسية وهلهم مجرع كان اللي ضعت له الشركة دياله وكان مشاكل كثيرة والدولة ما كتعقلش هادوك الناس ما كتعقلش على المغربي بقوا تمحطة تقادرون الفلوس كيسعاو كي تربيوهم بطريقتهم الخاصة كي نتقموهم انهم تقام خطير إذن قبل ما تبشيو وقبل ما تفكروا تبشيو الله يرضي عليكم أول حاجة تشوفوها هي الصلاحية للوتائق ديالكم بالخصوص بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الجنسية بازال الناس اللي عندهم الجنسية فالدولة اللي كينتامي والهارات جيبهم وخال مغريبة ما عرف شنو يسد إن هذا دول ديمقراطية ما يخليهمش ما الناس اللي عندهم الإقامة إلا كان الوتائق ديالك باقي هاتل شهور لاربعة شهور لاخمسة شهور وتموت حداري العيالة اللي حاملين وغادي تصفروا حداري لإمكانيات لي مجدين هالصفر ربما ما تكونش كافية الواحد المدة اللي انتم ما معولينش عليها حداري ربما ما يعقلوش عليكم وخصوصا ولادكم اللي تقرأوا خصوصا ولادكم اللي تقرأوا أنت نقولها لكم لأن ربما ما يعقلوش عليهم همشت ودخلتوا للمغرب ودالكم بتيزازوا وطيب داك شهد ما مسائل كنعرفوها ولكن لمشوا حتى سدوا شي سدة خيبة عادوا تضيعوا في خدمتكم يقدروا يضعوا لكم ولادكم في القرية ديالهم ويقدروا يضعوا لكم فلوسكم وتقدروا تبقوا تماما على القيم وتقدروا تضيعوا في خدمتكم هنا واللي عندهم مصالح وشركات والمرأة العيالات اللي حاملين كذلك إذن وزنوها مزيان من كل جوانب واللي القراصو هاد المسائل كلها ما تتشكلش غطورة وغير يمشي لا يصخر أنا مثلا قولكمش ما تمشيوش لكن قولكم تفكروف هاد القواعد الأساسية فكروف هاد المسائل هاد اللي راف المغرب ما يرحموكم مش ما يعقلوش عليكم وراه دارو هاد يجا وما يعقلوش تلو عن المغربة العالقين رامك يحترمو لا دستور دي المغرب ولا القوانين الدولية ولا حتى شي حاجة تصيفة نهائية إذن خودوا الاحتياط هاد المسائلة في مصلحتكم احنا كنفرقوا ما بين اللي كيسيروا البلاد وما بين الوطن احنا الوطن كنحبوه وكنموتوا عليه وبغينا نشوفوه في أحسن حالة والمواطن المغربي بغينا نشوفوه في أحسن حالة ولكن الناس اللي كينين تما في تسهير راما يستهلوش يكونوا في المناصب ديالهم لإنما عندهم تعلقة بحب الوطن عندهم علقة برأسهم كما كانت الأزمة يحاولوا يدوروها واخد كونس البيان يدوروها الرأسهم يدوروها الرأسهم يدورو على رأسهم ويبالو في ساحة ويتاخدوا قرارات اللي ما عندها حتمعنا إلا أنها كتخدم لهم المصالح المالية ودكشي ديالهم بصرفة نهائية فالله يجازيكم بخير ما تغمروش برواحكم ما ترميوش برأسكم الجهنم فكروا مزيان فكروا مزيان في هذه النوقات قبل ما تقبلوا على الصفار ولا تنأكد مرة أخرى بأننا تنحبو ديك البلاد هذي وإلا ما غنضروش ولكن ما تدخلوش في مشاكل أنتوا مفغين عنها لا قاش نحن نتعاملوا بالعاطفة كمغاربة مرتبطين ببلادنا وهذه حاجة منطقية هذه حاجة معقولة ولكن الناس اللي تسيروا البلاد ما كيعترفوش بنا الدستور في فصول 17-18-19 عندنا الحق ديال تصويت هنا ونختاروا اللي نوب علينا ملغى الدستور بنسبالينا حقوقنا ما كانش يتلقوا لنا ما فيها العقار ديال فينا ما بغت دبونوك تدير فينا ما بغت وآخر هالخيانة ديال الدولة المغربية اللي بوحدها سنت على المعاهدة باش تعطي المعلومات ديالنا ديال حسابة والأملاك الأوروبا ويبقوا يخرجوا الضرائب ويبقوا يخرجوا الضرائب والضرائب اللي يخرجوا له على ذاك شي اللي عنده في المغرب ويبقوا يخرجوا له كل عام يبدأ يخلص ما فيهاش نقاش إن هادشي طلبولتي حل الأوروبا الجزائر التونس المغرب التركيا والإفريقيا كلهم قالوا لهم سيروا تلعبوا إلا المغرب الناس دياله رخاص يبيعهم وين باطح باش يقبط المعاونات وباش يدير الطيق وباش يديره هادشي غد جد تفاصيل دياله إن شاء الله رحمة الرحيم في لايف منفصل ولكن هاد الفيديو باش تكون يعني الفكرة واصلة فحاداري ثم حاداري نفرقوا ما بين حبنا الوطن وما بين شليق الديدر هادوك الناس لكيدوا الإجرام في حق المواطن وحق الوطن وانتمنى تكون الرسالة وصلت شكرا لكم وإلى فرصة قادمة إن شاء الله رحمة الرحيم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا